نفذت الدولة خلال السنوات الماضية مبادرات رئاسية صحية كثيرة نجحت في تحقيق معدلات غير مسبوقة سواء بالكشف أو العلاج أو حتى إجراء العمليات الجراحية المزيد من التفاصيل مع زميلة له العمر أهلا بكم ساهمت المبادرة الصحية في تعزيز النظام الصحي بعد سنوات طويلة عانى فيها المواطن من الإهمال الصحي وقد ساهمت تلك المبادرة في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة من خلال التركيز على مكافحة الأمراض الأكثر تأثيرا على صحة المواطن بهدف خفض معدلات انتشارها فمنذ توالي رئيس عبد الفتاح السيسي في عام 2014 أعلنت مصر حربها ضد فيروس سي بإطلاق المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة وذلك للكشف المبكر وعلاج المصادين مجانا وتعتبر التجربة المصرية في القضاء على الفيروس من التجارب الرائدة على مستوى العالم وتمكنت المبادرة من فحص 58 مليون شخص ووضعت 5.2 مليون مريض على القائمة العلاجية استهدافت مبادرة 100 مليون صحة كذلك الكشف عن الأمراض غير السارية بجميع محافظات الجمهورية وذلك من خلال إجراء مسح طبي لنحو 50 مليون مواطن تم خلالها تقديم العلاج لنحو 1.8 مليون مواطن مريض بالسكر و10 ملايين من مرضى الضغط وفي عام 2019 أطلقت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم لطلاب المدارس واستهدفت فحص نحو 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 مدرسة ابتدائية على مستوى الجمهورية ونجحت المبادرة في فحص نحو 10.7 مليون طالب وذلك حتى نهاية عام 2020 واستمرارا لأعمال المبادرة فقد تم فحص أربعة ملايين طالب بمختلف المدارس حتى مارس من عام 2023 واهتماما بصحة المرأة باعتبارها إحدى دعائم التنمية الشاملة فقد أطلقت مبادرة صحة المرأة لدعم علاج المشاكل الصحية التي تواجه السيدات بداية من 18 عاما وتتضمن الكشف عن الأمراض غير السارية إلى جانب التوعية بعوامل الخطورة المسببة لتلك الأمراض ومنذ بداية المبادرة حتى ديسمبر من عام 2022 تم فحص ما يقرب من 32 مليون سيدة ومتابعة 7 ملايين سيدة من خلال خدمات الفحص والمتابعة الدورية بالوحدات الصحية والفرق الطبية المتنقلة وتحت شعار 100 مليون صحة أطلقت مبادرة للعناية بصحة الأم والجنين وذلك في مارس من عام 2020 للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم إلى الجنين مع توفير العلاق والرعاية الصحية بالمجان وتمكنت المبادرة من فحص مليون وثمانمائة وخمسة وعشرين ألف سيدة حتى مارس من عام 2023 وتأتي هذه المبادرة ضمن المبادرات المستدامة في إطار خدمات الوحدة الصحية ومراكز الأمومة والطفولة وحرصا من الدولة على توفير حياة كريمة للمواطن ومنها الرعاية الصحية أطلقت مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار وذلك في يوليو من عام 2018 بهدف تخفيف معاناة غير القادرين وإجراء الجرحات العاجلة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن ونجحت المبادرة منذ بدايتها حتى مارس الماضي في إجراء مليون وخمسمائة وسبعة وستين ألف وسبعمائة وثمانين عملية في أحد عشر تخصصا طبديا وسهمت المبادرة في تقليل مدة انتظار المرضى لإجراء العمليات الجراحية والمسواة فيما بينهم في جميع التخصصات الطبية وبالتزامن مع مواجهة جائحة كورونا تم إطلاق المبادرة الرئاسية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي وتستهدف الأشخاص الذين يعانون من حالة الإصابة المرتفعة بالفشل الكلوي أو أمراض الكلة الحادة وتم خلالها فحص ستة ملايين وأربعمائة وأربعة ألاف ومائتين وثلاثة عشر مواطنا وذلك من بداية شهر سبتمبر من عام 2021 حتى مارس من عام 2023 أما في عام 2019 فقد انطلقت مبادرة اكتشاف وعلاق بعثة وقدان السمع للأطفال حديثي الولادة والتي تهدف إلى إجراء اختبارات للسمع باستخدام أجهزة متخصصة لجميع الأطفال حديثي الولادة وذلك بجميع مراكز الرعاية الصحية الأولية للكشف المبكر عن إصابة الأطفال حديثي الولادة بمشاكل في السمع مع تحويلهم لتلقي العلاج حيث تم فحص أربعة ملايين وستمائة وسبعة وأربعين ألف طفل حتى مارس الماضي واستكمالا لدور الدولة في الاهتمام بصحة الأطفال بالمدارس أطلقت مبادرة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار بالمدارس دور الحياة وذلك في فبراير من عام 2019 بإجمالية تمويل بلغ مليار جنيه من صندوق تحية مصر وتستهدف المبادرة الكشف المبكر عن خمسة ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية ومليوني مواطن من الحالات الأولى بالرعاية مع توفير مليون نظارة طبية وإجراء 250 ألف عملية جراحية وذلك في العيون تطوير قطاع الصحة يعد من أولويات الدولة للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين من خلال تطوير ودعم الخدمات المقدمة لهم سواء من خلال تدشين المبادرات الصحية والتي ساهمت بشكل كبير في تقديم أفضل الخدمات أو تطوير البنية التحتية للقطاع